هو إنك أنت تاخد أوميجا وشوصا طبعا لما سننا بيكبرية هل هي مهمة فعلا للذاكرة وإيه الأنواع الكويسة منها لأنه فيها أنواع كثير فرده جدا يعني طب أنا من غير ما أتكلم على الأوميجا 3 في دراسات اتعملت الستات الحوامل لما بياخدوا أوميجا 3 تعرف الستات الحامل بتاخد مالتي بايتامينز دلوقتي فيه مالتي بايتامينز بيقوا معها أوميجا 3 لا أن الستات الحوامل لما بتاخد جرعة كويسة من الأوميجا 3 ولادها بيبقى زكاءهم أعلى بيبقى مهارات التواصل عندهم واللغة أحسن بيبقى عندهم معدلات الإصابة بتوحد ومشاكل الطفولة زي فرط الحركة والADHD والحاجات دي أقل يعني الأم يعني أنت بسألها على الزاكرة أنا بقى إيه هتطلق زكاء تواصل مهارات الكلام الأمراض النفسية الأوميجا 3 من الحاجات اللي بتقللها بس أنا برضو يعني أنا أوميجا 3 زي ما عملنا كده في البروبايوتك قلنا فيه أنواع معينة اللي هي اللي بتبدأ بالل والبي ده كان نوع مهم الأوميجا 3 برضو لازم يبقى فيها نسب معينة في مادة اسمها EBA ومادة اسمها DHA أنا ممكن نبقى نبعاتهم بعد الحلقة أنا عارف الحلقة بتنزل على يوتيوب وعلى السوشيال ميديا يعني ممكن نبقى أخصلك الجرعات دي عشان أستاذ المشاهدين يعني تبقى واضحة بالنسبة لهم نحن عندنا مادة اسمها EBA وDHA أنا عاوز دايما ال EBA يبقى أعلى من DHA والنسبة بتاعتهم اثنين أو ثلاثة لواحد يبقى ال EBA أعلى من DHA برضو هتلاقي في السوق حاجة بتتبع اسمها أوميجا 3 و 6 و 9 اوه يا اوه يا احنا الناس كلها في مصر حافزينه يتلبوه من الأقل اوه طيب احنا بلاش من عايز أعمل مدوعة دا سبدالي من زمين 6 و 9 لا بلاش دي لان ال 6 و 9 دي لو زاد بجرعات معينة بيعمل أضرار أكتر منه فوائد فاحنا خلينا المثبت علميا واللي عليه دراسات وبيستخدم كعلاج يعني بتركيزات أعلى حتى الأمراض القلب وكده هو الأوميجا 3 فبلاش أنا عارف يناس يروحي السادلية يقول ايه بدلا مشكلة لأوميجا 3 بس دي أنا عندي 6 و 9 وجون للأرقام فاجيبهم كلهم بلا الدراسات عليهم كونتروفيرشل على يعني إن كونكلوسيف مش اللي هو 6 و 9 دي يعني فيه جرعات عليها ممكن تكون مدرة فاحنا خلينا في المضمون أوميجا 3 دي مهمة للذاكرة أه مهمة برضو مضادة للالتهابات برضو المصريين أغلبهم بيعانوا من دهون على كد دي مشكلة في الجينات عندنا أنت هتلاقي فيه ناس كتيرة مصريين احنا عندنا مشكلة في السمنة يعني الأوروبيين ما عندهمش مشكلة السمنة والدهون دي وكلسترول زي مع عندنا الناس الهنود والباكستان والمصريين المنطقة دي من العالم بيميل عندها كولسترول بيبقى عالي وعندها الدهون بتتجمع على الكبد فاحنا لو وده مرض ممكن يعمل مشكلة في الكبد يعني هو علاجه أنت لو رحت وحد عامده دهون على الكبد الدكتور بيقول له هم ترد حاجات هتعملهم هتخس وتلعب رياضة هتاخد أوميجا 3 وفيتامين E يعني هلما ما عندناش دواء للدهون على الكبد دي هي محتاجة كلها لايف ستايل وصدر ماتن E؟ E E يه اوكي يعني في ناس كتير عندها دهون على الكبد والمصريين والعرب عموما والهنود والساوز ايجان يعني عندهم المشكلة دي فالأوميجا 3 مهمة برضو بتقلل الكوليسترول يعني احنا عندنا كذا نوع نوع الكوليسترول عارفين فيه كوليسترول مفيد وفيه مضر نوع منهم بيستجيب للأوميجا 3 فالأوميجا 3 انا شايف انها برضو يعني بتكلم امراض القلب بتمشي الامراض النفسية بتمشي لقوا في دراسات انها بتقلل سرطان الكولون برضو بتستخدم فيه الدهون الكبد العالية يعني مفيدة جدا لزاكرة بس في حاجة لما يكون حد عنده الزاكرة بتتدهور يعني هنستشير طبيب يعني انا مش ايه يعني انا نفترض انت بتروح اي حد في امريكا او في كندا بييرو 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 فاميلي دوكتور او برايماري دوكتور صح يعمل تحليل وظيف كبد وظيف كلا كل سنة تحليل غدة بيتامين بي مش عارف ايه شوية تحليل كده اما انا لقي التحليل دي كلها سليمة بس عندي الزاكرة ضعيفة شوية اخد اوميجا سريم عندي شمانة بس ببقاش انا عندي مشكلة لان احنا عندنا مثلا الزاكرة والتركيز والتعب اللي هو الفتيج ولكف انرجي اللي هي نقص الطاقة دي اعراض عامة يعني هي اعراض عامة يعني هي ممكن يكون اسببها قلة النوم وممكن يكون سببها يعني واحد ما يقولي الزاكرة عنده قليلة ممكن تكون مشكلة في الكبد او مشكلة في الكلة وممكن تكون مشكلة في الغضة الدركية وممكن يكون عنده اكتئاب وممكن يكون عنده سليب ادنية اللي هو انقطع التنفس اثناء النوم ممكنك حاجات كتيرة على محد يقولي الزاكرة قليلة انا لما لاقي خلاص انا رول او بتقوى يعني عملت الشيك على الحاجات دي كلها سليمة بس انا لسه عاوز ازود الزاكرة اعلى انا يعني اوميجا سريها تبقى ممتازة مهمتك خلاص كده تماميا بس انا عندي سؤال خارج المنهج دقيقة واحنا تحت امر واحنا دايما بنسأل ايه الموعيد اللي ناخد فيها الفيتامينز في ناس تخدها وسط الاكل وفي ناس قبل ما تنام انت الجسم يمتص الفيتامينز كويس جدا 100% قصة واغلبهم مع الاكل بيبقى احسن يعني اغلب كل الفيتامين لو في حاجة هتبقى على معدة فاضية انا يعني هقولك عليها بس يعني يعني في كل اللي احنا هنقوله النهاردة البروبايوتك هي على معدة فاضية بتبقى احسن بروبيوتك على المعدة الفاضية اللي هي اول حاجة كلمنا عليها دي بتبقى احسن لكن لو هي المشكلة ان في ناس بتاخدها تعمل لها مغز بسيط كده او توجع لها بطنها فدي يبقى لحنا لازم ناخدها مع الاكل حاجة برضو في البروبايوتك لو انت ماشي على مضاد حيوي لازم يتكون مع المضاد الحيوي بيقتل البكتيريا فانا افترض انا باخد قرص مضاد حيوي عند مثلا حبوب شباب في ناس بتمشي على قرصة مضاد حيوي لمدة 3 شهور عشان عندها حبوب الشباب ويقولك طب خلاص انا هاخد البروبايوتك مع الانتيبيوتك لا كده انت الانتيبيوتك هي موت البكتيريا فاحنا لازم يبقى فيه فرق على الاقل ساعتين او ثلاثة او خلي مثلا لو انت المضاد الحيوي الصبح هيبقى البروبايوتك بالليل نفصلهم عن بعض او نفصلهم عن بعض لكن انت هتجمع البيتومات كلها بالليل قبل ما تنام دي في الجسم فيه ناس بتحببه العارضة جانبية لو فيها مثلا لا بلاش يعني نجمع كل حاجة ما انا عاير فيه ناس بتحبه قصة اجيبتك ضغط وضغط وضغط السكر وكل حاجة عشان ما ننساش والسيرويد والدواء المعدة كله مع بعض وكده مرة واحدة انا اخاف انها هيحصل الانتر اكشن او يعمل مشاكل او المعدة ما تستحملش الادوية كلها مع بعض فان انا اوزع الادوية على الاقل على مرتين يعني الصبح انا بفتكر او لما هصحى يبقى ممكن اخده قبل ما نعم هاخد الادوية فانا لو هفرقهم عن بعض يبقى احسن انا شايف كده يعني بالزات للناس اللي عندها المعدة حساسة شوية طيب ننقل فيتامين بي 12 وبقى لي كم سنة كده بسمع عنه عن الضجة يعني جامد جدا هنا وفي مصر وكل دولة يعني كيناس كتير بتاخدوا لأسباب كتير قوي انت تشرح لين عليها ليه عن الضجة كده بي انجيكشن او نقط بي او تابعين بصي انا شايف فيتامين بي 12 ده احنا نقيسه يعني اي نقيسه يعني اعنا قبل ما اخد اي سبلومنت اقيسه في الجسم اي اخبار وهو الرنج بتاعه في التحليل يعني من الطبيعي بتاعه المفروض من 150 ل700 يعني لما اي سو في الدم المفروض بيطلع من 150 ل700 شايف رنج كبير يعني الناس بتاخدوا ليه هو من الحاجات اللي بتدعم النرفسيس بتدعم الجهاز العصبي بيخلي الجهاز العصبي يشتغل احسن واي حد هياخد قرص فيتامين بي 12 هيحس بمور انرشي اي حد هياخد فيتامين بي 12 هيحس ان هو صح صح اكتر فطيب انا لما قبل ما ابدأ فيتامين بي 12 انا شايف ان احنا نقيسه ليه؟ لان هو لو واطي قوي ده خطير جدا يعني نقص فيتامين بي 12 ده بيأثر على الزاكرة ممكن يعمل ضعف في الزاكرة شديد جدا يعمل تنميل وشكشكة في اليدين وفي الرجلين يعني ضع نقص فيتامين بي 12 هتلاقي التركيز بيقع الزاكرة بتقع الجهاز العصبي كله بيبقى فيه مشكلة فانا لازم اقيسه ليه؟ عشان ان اقيسه عارف هو قد ايه مستوى قد ايه فعالاساس ده انا اقرر ان اخد منه كمية قد ايه او جرعاتها تبقى قد ايه فيه ناسها تبقى محتاجة زي ما حضرك قلت حقا لان انا مش هستنى مش هقدر استنى ان هو ياخد قراص وعلى ما تنتص ده هو عاوز الحقه بسرعة واخد حقا فانا شايف فيتامين بي 12 قبل ما نبدأ فيه ان انا ايسه واغلب المعامل دلوقتي في كل حتة في العالم بتقيسه طيب هل طب افرد انا انا عندي نقص تركيز ونقص طاقة وهمدان است فيتامين بي 12 والدكتور قال لي ده مستوى 200 مثلا احنا قلنا الرينج بتاعه من 150 ل700 الدكتور قال لي ان هو 200 ده طبيعي هو ده طبيعي الميتين هو طبيعي لأ انا شاف ان احنا نرفعه لغاية ما نجيبه ل700 او 600 نرفعه لغاية ما نوصل للمكسيمم بتاعه ليه يابقى تاني لما هو حد يكون عنده نقص تركيز ونقص في الزاكرة هروح ايس فيتامين بي 12 عند الطبيب قال لي ده هو في المعدل الطبيعي ما تقلقش طب هو في المعدل الطبيعي على البوردر لاين يعني على الميتين ومية وخمسين بالزبط واللي هو عالي جدا عالي عالي جدا يبقى انا التركيز ده مشكلته ومشكلته حاجة تانية يعني فيه مشكلة تانية هي اللي عامل نقص التركيز لأ قال لي ده هو ميتين لأ طب انا اخد وارفعه لغاية 7600 مين بيعمل بقى القصة دي يعني بيبقى في مجموعة من الطباء بيسميهم ناتشروبات اللي هو بيبقى الطب البديل او الطب الطبيعي هما بيحبوا يعني هما بيحبوا لما يبقى فيه فيتامينز يرفعوها لأقصى درجة احنا في الاتجاه الكونفينشنال ميديسن اللي هو الطب الاساسي اللي هو بتاعنا احنا بنقول بادام هو في الطبيعي خلاص بس هما بيحبوا يرفعوها وانا شايف ان هو لازم فيتامين بي 12 عند اي حد يبقى فوق الربعمية حتى في دراسات بتقول ان فيتامين بي 12 ليه علاقة برضه بامراض القلب والكوليسترول وان ان انت لما بترفعو فوق الربعمية ده بيقلل من احتمالية الاصابة بمشاكل القلب والجلطات والمشاكل دي طب دي معلومة مجمع جيد داني اه فعلا مش بس الموضع فيتامين بي والعصاب بس بالزبط يعني مش هو عصاب بس ده في دراسة ان انت لما يبقى كوليسترول عالي وعندك احتمالية وعندك تاريخ مرضي في العيلة ان امراض قلبه وجلطات والمشاكل بتاع الدعامة والحاجات اللي هي بتاع القلب دي ان انت فيتامين بيت فيتامين بي 12 اما يكون درجاته اعلى شوية من يعني فوق الربعمية ده بيحمي القلب وبيحمي المشاكل الاوعية وكده بس تاني ارجع تاني ان انا قبل ما هاخده اقيسه لان هو نقصه اوي بيبقى محتاج تدخل سريع ولو هو عالي اوي نفترض انا هو الاول هو ان عارفين ان فيتامين بي 12 بيقل عند الناس النباتية وده يعني الاكل فيجتيريان والفيجان ده بيقل الفيتامين بي 12 فاي حد نباتي ده من غير كمسحين برضو بيقل عندنا نص السنة ما بالزبط اي وما هدين لنا يعني عاوز اقولها ان احنا هنميل هو الاكل فيجتيريان طبعا مفيد جدا كل الدراسات بتأكد ان احنا لازم نقلل اللحوم ما يبقاش كل يوم لحوم يعني دي تبقى مرة في الاسبوع وان احنا نعتمد كمصدر للبروتين ان احنا نعتمد على الاسماك اكتر من الفراخ واللحمة ده ده حاجة دراسات كزا دراسة اما اكده الموضوع مش بقولنا امتنع عنهم تماما بس انا بقول ان احنا محتاجين نقللهم طب فيه ناس بتختار انها لا انا كل هبقى نباتي وهامتنع عن الحاجات دي لو كررت ان انت تبقى نباتي من دون منقص فيتامين بي 12 انت محتاج تاخده كل يوم يبقى اي واحد نباتي طب نفترض ان احنا نسحيين اثناء الصيام اه ممكن ااخد فيتامين بي 12 اثناء الصيام لان انا هقلل اللحوم لان هو موجود في اللحمة الحمرة بأعلى درجة والكبدة والحاجات اللي هي اللحوم الحيوانية بس فانا شايف ان هو برضو من الحاجات